مسألة أن تشتري حاجات بالنقد ثم تبيعها بالتقصيط أو بالدين بسعر أعلى حلال جائز ليس في مشكلة إن شاء الله وحل الله البيع هنا عقدان اشتريت أنت سيارة بمثلا بعشرة ملايين أو بخمسة ملايين أو بعشرين مليون اشتريت سيارة ثم بعتها بالتقصيط حتى لو كان بيضعف سعرها مثلا ليس هناك مشكلة المهم أن تبيعها بالتقصيط أو بالدين لكن بشرط أن يكون هناك عقدان أن تمسك السلعة أو أن تقف عليها هذا حلال أما الصيغ الحرام إذا اشتريت الحاجة من شخص ثم بعتها له نفسه لا يجوز ذلك هذا بيع العينة وبيع العينة من أنواع الربا حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه من علامات الساعة أصلا أن تشتري حاجة من شخص ثم تبيعها له أو بالعكس بالعكس أن تبيع حاجة للشخص ثم تشتريها منه هذا بيع العينة أكوناس يريد يسوي فلوس فيقول لك بيع لي هذا القلم بالدين طيئة القلم يقول لك تشتري مني بسعر أرخص يقول له إيه حتى يسويهني فلوس إذا كان للنفس الشخص هذا بيع العينة وهو حرام على كلا الطرفين هاي الصغر الحرام الأولى الصيغة الحرام الثانية شلون يجي واحد يقول لك والله أريد سيارة أريد سيارة شقد سعر السيارة دفتر يقول له بس تربيع الكيها بدفتر وربع أو دفتر ونص تمام يقول لك دفتر روح يشتري سيارة وأنا اعتبرني بايعك إيها لا يجوز ذلك لأنه في هذه الحالة صار وكيلا لك فعندما يشتري كأنه هو المشتري لا يجوز أن يبيع لنفسه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد شخص واحد فيكون هو بائع مشتري بائع بالوكالة ومشتري بالأصالة لا يجوز لازم تروح انت وياه شوفونا السيارة حتى لو وقفت عليها مشرطة تسوقها وتروح لبيتك حتى لو وقفت عليها تقف عليها خلص واستلمت مفتاحها ثم بيعها له بيعها له عندئذن لا بأس واضح المهم أن تحوز الشيء الذي تشتريه إما أن تنقله أو أن تقف عليه أنت أو وكيلك لكن الوكيل ليس المشتري ليس نفس المشتري إنما شخص آخر توكله يذهب ومعه إذن الخلاصة إذا اشتريت بنفسك شيئا ووقفت عليه وحزته ثم بعته بالتقصيد أو بالدين جائز أما أن تعطيه مالا وتقول أنت اشتريه واعتبرني بعته لك هذا حرام وكذلك إذا اشتريت الشيء وبعته لنفس الشخص أو الشخص هو اشتراه وباعه لك هذا الأمر لا يجوز هذا لا يجوز نعم وكذلك الذي لا يسدد لا يحق لك أن تفرض عليه شرطا جزائيا ما يصير تقوله ترى إذا ما سددتني بالموعد يصير عليك زيادة لا هذا ربا هذا ربا نسيئة وهو الزيادة بسبب التأخير بإمكانك أن تشتكي عليه اكتب مكاتبة أو يعني شيء إثباتي تشتكي عليه في المحكمة أما أن تغرمه أو أن تفرض عليه بيعة أخرى إذا لم يستدد لك بعض الناس عبالي يريد يلوف على الشريعة يقول الآن ما أخذت مني زيادة بس بما أنه تأخر أفرض علي أن يشتري مني غير حاجة لا يجوز ذلك نهى رسول الله عن بيع وشرط في الحديث لا يجوز نهى رسول الله عن بيع وشرط لذلك لا يجوز لا يحق لك شيء إما أن تصبر وإما أن تشتكي عليه أما تقول ما نطاني إليش تبيع الواحد مثيقة أنت الشريعة لا تحميك هذه عذا سذاجة منك اشتكي عليه أو اصبر له